السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من تاريخ الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية لازلنا نتحدث عن الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية المعروفة كذبا من الفاطمية كما ذكرنا مرارا وكنا أشرنا في عدة حلقات إلى المفاسد التي ارتكبتها الدولة الفاطمية في مصر وفي الشام وكيف تعاونت مع غير المسلمين وكيف تعاونت مع الصليبيين لمحاربة المسلمين وضربنا عدة أمثلة وذكرنا أمثلة كثيرة على ذلك سواء على مستوى الدولة كدولة فاطمية أو على مستوى الأشخاص وضربنا مثالا بشور الوزير الشيعي الفاسد المنحرف الذي قتله صلاح الدين بعد ذلك في الحقيقة مهم جدا كما ذكرنا أن صلاح الدين هو الذي أسقط الخطبة للخليفة العاضد وجعل الخطبة للخليفة المستضيء العباسي التحول كان له منهجية التعامل مع الدولة الفاطمية كان بحنكة وكان بخطنة وكان بذكاء من صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ومهم جدا يعني نعرف كيف استطاع صلاح الدين أن يقضي على هذه الدولة الفاسدة أن يقضي على الدولة العبادية المنحرفة أولا من الجهود التي بذلها صلاح الدين ومن الأسباب التي أخذ بها صلاح الدين أنه قطع الخطبة في الجامع الأظهر ومنع تدريس المذهب الشيعي والعلوم الشيعية في الجامع الأظهر ولم يزل الأظهر معطلا يعني لا تقوم فيه الجمعة لمدة مائة عام حتى أتى اللهر بيبرس وهو من أعاد يعني فتح الجامع الأظهر برة أخرى فمنبع نشر الفكر الشيعي قام صلاح الدين بإغلاق هذا المنبع يعني كنا ذكرنا أنه سبحان الله بنى الشيعة وشيد الشيعة الأظهر ليكون هو المنارة الشيعية ولنشر الفكر الشيعي ويأبى الله تبارك ويتعالى إلا أن يكون الأظهر هو المنارة لنشر المذاهب الفقهية السنية في أرجاء العالم الإسلامي كذلك أمر صلاح الدين بإبطال البدع التي أحدثها الفاطميون يعني البدع اللي كانت في الأذان بدع بقى الموالد يعني حي بقى على خير العمل أشهدوا أن علي ومحمدا معرفش خير البشر والبدع اللي كانت موجودة في الأذان والموالد والكلام ده يعني قضوا عليه صلاح الدين رحمه الله تعالى بل أمر بالترضي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمهات المؤمنين مهم جدا لما بنتكلم في التاريخ لازم نتعلم من التاريخ لازم يكون فيه دروس مستفادة وهي دي الغاية من التاريخ الإسلامي التغيير له ضوابط التغيير له أصول يعني صلاح الدين ما جابش جيش ودخل موت العاضد وأسقط الدولة لا التغيير له ضوابط التغيير لازم لما نيجي نغير لما تحب تغير منكرات تحب تغير أوضاع وهكذا في ضوابط معينة في قواعد شرعية لازم حضرتك قبل ما تقوم باتخاذ قرار التغيير لازم هذه القواعد يعني تقعد في المجتمع القواعد الشرعية دي أكبر رقم في أي معادلة الإنسان بيحاول يتحرك بها منها مراعاة المصالح والمفاسد حضرتك اللي انت هتعمله ده المصالح المترتبة عليه والمفاسد المترتبة عليه ولازم الترجيح بين المصالح والمفاسد أيضا دراسة موازين القوة صلاح الدين في البداية احنا قلنا لما نور الدين بعت لصلاح الدين عشان يسقط الخطبة عن الخليفة العضد الفاطمة في الأول صلاح الدين اعتذر وقال له لا ممكن يكون في رد فعلي شيعي أنا مش حسبه في المرة التانية استجاب لكن في المرة الأولى اعتذر صلاح الدين لنور الدين رحمه الله تعالى ليه لان صلاح الدين عنده ترجيح ما بين المصالح والمفاسد صلاح الدين بيدرس موازين القوة على الأرض صلاح الدين بيراعي الواقع اللي هو عايش فيه فيه ناس شيعة فيه ناس بيوال العلويين في مصر أنا ذاك فعشان كده صلاح الدين كان بيراعي الواقع اللي هو عايش فيه وكذلك ربما الإنسان ربما يرتكب مفسدة هي أعظم من المفسدة التي يريد أن يقوم بإزالتها فالإنسان لازم يكون عنده هذه المعاني وهذه الضوابط الشرعية وهذه القواعد الشرعية عندما يريد أن يقوم بالتغيير الكلام اللي أنا بقوله ده الكلام ده مش من عندي الكلام ده القواعد دي مستندطة يعني إما من القرآن وإما من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني نعطي بعض الأمثلة قال الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عدو أوعد سب الدين اللي انت بتعتقد أنه هو دين باطل ليه فيسبوا الله عدوا بغير عدو لأن انت لما تسب دينه اللي أنت بتعتقد أنه هو باطل هو هيسب بدينك اللي هو حق فانت تسببت في مفسدها هذا أمر ده أمر في القرآن صريح ولو نظرنا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في أمر ابن سلول رأس المنافقين كل شوية عمل مشكلة وكل شوية عمل فتنة ورمى عائشة في عرضها وبينسحب الجيش قبل الغزوة بشوية ويعمل مشاكل طيب ابن سلول ده لما الجرائم بتاعته كترت جدا قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقى نخلص منه ده كل يوم عمل لنا مشكلة وكل يوم عمل فتنة قال يا عمر كيف إذا تحدث الناس أن محمد يقتلوا أصحابه هو ده بقى مراعاة الواقع اللي بقولك عليه هو ده الترجيح ما بين المصالح والمفاسد هو ده اللي صلاح الدين لما كان بيغير كان بيستحضر هذه المعاني قال يا عمر كيف إذا تحدث الناس أن محمد يقتلوا أصحابه لأن ابن سلول آه هو منافق بث بيظهر الإسلام وبدخل المسجد النبوي ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فذي قاعدة شرعية استنبطناها من يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما في غزوة الأحزاب اجتمع الأحزاب على المسلمين عشر تلاف ست تلاف غطفان أربع تلاف من قريش فجأة وجد المسلمون أنفسهم في المدينة في كرم ليه؟ الكيان الوحيد هو المدينة منوارة للمسلمين والكيان ده حيزول عشر تلاف ونقضت بنوا قريضة العهد حتى اليهود اللي بيننا وبينهم معه نقضوا انضموا للأحزاب هنا النبي عمل إيه عليه الصلاة والسلام خلي بالك وتعلم من النبي عصد السلام بقت لعيينة بن حصن والحارث بن عوف اللي هم رؤساء غطفان اللي هم معهم ست تلاف وقال لهم أديكم تلت ثمار المدينة وتنسحبوا من الجيش عايز يفك التحالف ده عايز يكسر التحالف ده مراعاة الواقع هم من عدت النبي يدي فلوس المسلمين للكفار لا بس النبي على السلام ممكن الإنسان يرتكب يعني ربما يرتكب مفسدة لدفع مفسدة أعلى منها ولذلك لما أرسل إلى سعد بن معاد وسعد بن عبادة لأنهم دول بقى المسؤولين عن الأنصار والأرض أرضهم والزرع زرعهم قالوا والله لا نعطيهم إلا السيف لكن الشاهد النبي فكر أن يعطي تلت ثمار وزرع المدينة لغطفان عشان تنسحب من الجيش عشان إيه؟ عشان يفكك هذا التحالف فصلاح الدين كان بيستحضر هذه المعاني عندما أراد أن يقوم بالتغيير نستكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى جهود صلاح الدين في القضاء على المذهب الشيئي والدولة الفاطمية في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل مشاهدين الكرام دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته